كشفت مصادر مطلعة ليو تيفي أن مكافأة تسلم بطاقة الناخب التي اعلنتها المفوضية مقدمة من هيئة الإعلام والاتصالة بالتعاون مع شركات الهاتف النقال المصادر قالت أن المكافأة عبارة عن كارت إعادة تعبئة الرصيد من دون تحديد قيمته فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن من يتسلم بطاقته سيحصل على كارت بقيمة عشرة آلاف دينار وكانت المفوضية أعلنت أمس في بيان تخصيص المكافأة للتشجيع على مشاركة نوسع في الانتخابات